انقضت الانتخابات البرلمانية في العراق ولم يخفط ضجيجها ما سماها شركاؤها عرساً ديمقراطياً نزيهاً وسمها معارضوها مسرحية بانت حقيقتها بنسختها الرابعة الأسوأ إخراجاً منذ عام 2005 طغى الحديث عن تزوير الانتخابات على كل حديث سواه في العراق حتى على تشكيل الحكومة الجديدة فمنسوب التصريحات والاتهامات المتبادلة بدأ بالتصاعد من تزوير ملحوظ إلى كبير إلى تزوير على مستوى العراق كما قال لجواد البولاني وزير الداخلية الأسبق الانتخابات تم تزويرها والتلاعب بنتائجها ومورست هذا التلاعب عبر الوسائل الإلكترونية والقرصنة أحد أركان التزوير تمثل بالنظام الإلكتروني حيث التحول هو الآخر إلى محور خلاف وجدال بعد أن اكتشف خبراء ومراقبون انتخابيون ثغرات تسمح باختراقه وتغيير النتائج على نطاق واسع كما حدث في كاركوك والسليمانية والأنبارة ونينوة النواب الخاسرون بدأوا حراكا معاكسا تضمن جلسات متتالية للبرلمان لمناقشة تزوير الانتخابات ثم رفعوا سقف المطالب بإرسالهم خطابا إلى ممثل الأمم المتحدة في العراق يطالبونه فيها بتدخل بعد تقديمهم أكثر من 1500 شكوى إلى المفوضية بعضها معزز بأدلة حاسمة حتى تمت عملية محاكاة آلية لجهاز التصويت الإلكتروني فاخترق خبراء البرمجيات نظام التصويت ثلاث مرات بأقل من 30 دقيقة وغير النتائج في كل مرة وفي كل مرة تجرى الانتخابات في العراق الجديد تثور زوابع وتبدأ صراعات لكن الفارق في هذه المرة أن نسبة التصويت والتزوير تكشف ولو بشكل بسيط حقيقة العملية السياسية في العراق من حيث الشكل والمضمون وتقول الوقائع إن عملية بنيت على تزوير واحتلال ستنتهي حتما بفضيحة واتهامة